حقوق الإنسان إحنا ما تكلمناش عن حقوق الإنسان بقالنا شوية ويظن الظن أن المسألة في الحديث عن حقوق الإنسان وكأنها قدس الأقداس فلا يجب أن يقترب أحد منها مع أنه لا نقدر جدا نتكلم دايما على حقوق الإنسان في مصر لأنه إحنا ما فيش على رأسنا بطحة نحسس عليها على الإطلاق تعالوا نعود نفكر مع بعض بصوت عالي لو حبينا نبص على حقوق الإنسان من المنظور الديني والطائفي مصر عملت إيه في سبع سنين ده مثلا طيب ما تيجوا نبص على حقوق الإنسان عند المرأة المصرية أنا عجبني العنوان بتاع المجلس القومي للمرأة من التمكين إلى المساواة ليه؟ لأنه علشان أقدر أقول أن أنا قطعت شوط كبير هقول أنا ساعدت في تمكين المرأة أما أن أنا أوصل لمرحلة مساواة فده في حد ذاته إنجاز الإنجازات في هذا الملف الكبير والمهم مصر مش بس بتشتغل على حقوق الإنسان وتحديداً للمرأة علشان خاطر يبقى فيه عندي تمثيل للمرأة في البرلمان لأنه أنا عارف أنه يبقى فيه رد عند حد من حضراتكم وده حقك تيجي تقولي هي المسألة بالمناسبة في التمكين أو المساواة مش متعلقة بس بحق المرأة في العمل السياسي وإن كان هي متعلقة بده بدرجة كبيرة لأنه ده ما كانش موجود قبل كده في مصر تقريباً خالص ولو كان بيتوجد من وقت للتاني في أي من الانتخابات البرلمانية أو التمثيلات أو تمثيل داخل الحكومة اللي هو التشكيل الوزاري فكان دايماً يبقى زي المنديل ده ما باستخدموش شكل اللي حصل في السبع سنين دول إن الستات في مصر تمكينهم كان تمكين فعلي واقعي مش شكل سواء إذا كان في الحكومة تشكيلات الوزارية أو جوة المجال السنية مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد عودته مرة تانية في الانتخابات اللي فاتت 21-26 أو في الفصل التشريعي ده طيب تعالوا نقعد نفكر أكتر ونشوف يا ترى هل ترى هل تمكين المرأة كان بينزل للطبقات الأقل حظاً أقولك آه أنا من الناس ما أنا برضو إيه الحتة بتاعة الماركسين لازم ترح نغزى جوه قلبي أقولك أنا من الناس اللي تحب دايماً تتكلم عن الناس الأقل حظاً في بلدنا إحنا مش كنا دايماً بنتكلم على حاجة اسمها المشروعات المتنهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما إلى ذلك طيب علشان دا يحصل الدولة بتعمل إيه؟ تبدأ تعمل حزمة من المساعدات حزمة التمكين التمكين الاقتصادي أنا عايز الستات يبقى عندهم تمكين اقتصادي هي تقدر تكسب هي تقدر تعول نفسها ولو حصل تعول أسرتها كمان نقوم نعمل إيه؟ نقدم لها قروض علشان تعمل مشروع ويبقى القرد دا شروطه شديدة اليسر طيب أنتو عارفين أنه في المشروعات متنهية الصغر تحديداً المرأة المرأة حجم الاستثمار اللي تم توجيهه ليها أو حزمة المساعدات وصلت لكم في المية؟ من إجمال ما تم تقديمه؟ 62% للستات 38% للرجال ليه؟ لأنه مصر عايزة كده عايزة ستات يقفوا على رجليهم عايزين إحنا التمثال بتاع نهضة مصر اللي موجود قدام حديقة الحيوانات بالجيزة في مطلع كبري الجامعة يبقى تمثال حقيقي لما محمود مختار عمل التمثال دا من أكتر من مئة سنة عملوا علشان يبقى واقع ويبقى حقيقة عملوا على خلفية اللي حصل في مصر من حراك عظيم اسمه ثورة 19 مارس 1919 النهاردة انت تقدر تقول ان التمثال دا تمثال حي لحم ودم مش معمول من الجرانيت المصري الأصيل لأ دا حي لحم ودم هو دا اللي بيحصل تمكين المرأة أهم حاجة بتحصل في البلد دي وبالمناسبة في العالم إن أردت أن ترى أي ملف من ملفات حقوق الإنسان هتجد أن الدول اللي بتشتغل بخطوات جدة وحقيقية بتشتغل على المرأة أولا ومنهم على سبيل المثال إحنا إحنا بذلنا فعلا جهد الجهد اللي اتعامل اتعامل علشان أنت تقدر توصل للفكرة وتفهمها وتستوعبها وتقبلها لأنه ما نقدرش ننكر إنه في سنين طويلة تم التعتيم على أدمغتنا كلنا كمصريين ويتم ترويج مجموعة من الأفكار متعلقة إن الست ملهاش غربتها في النهاية وبعد شوية لو كنا كملنا بالطريقة دي كنا هنلاقي إن الستاتات بقى ما تتعلمش بالمرة كتتبقى مصيبة يعني اللي حصل لأ مصري بتعلم العيال الزغيرين وهم قد كده إن الست زيها زي الراجل بالزبط دي المساواة مش التمكين وده أو دي واحدة من أهم الخطوات اللي خدتها مصري